مرحبا بكم في عالم المعرفة الصحية بعدما تحدثنا في الفيديو السابق عن أفضل مصادر فيتامين دال الغذائية اليوم سنتحدث عن موضوع لا يقل أهمية عن الموضوع السابق وهو الأعراض الشائعة لنقص فيتامين دال يعد نقص فيتامين دال مشكلة صحية عالمية حيث يعاني ما يقارب مليار شخص في العالم من نقص هذا الفيتامين بالإضافة إلى معاناة ما يقارب خمسين بالمئة من سكان العالم من عدم وجود كمية كافية من فيتامين دال في الجسم أما فيما يخص أعراض نقص فيتامين دال فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص طفيف أو متوسط في فيتامين دال يمكن أن لا تظهر عليهم أي أعراض صحية ولكن في حالات النقص الشديد هناك مجموعة من الأعراض والمشاكل الصحية التي غالبا ما سوف يعاني منها الشخص وتشمل أعراض نقص فيتامين دال ما يلي أولا التعب والإرهاق أظهرت دراسة أجريت عام 2019 على 480 شخصا من كبار السن يعانون من التعب والإرهاق أنهم كانوا يعانون من نقص في مستوى فيتامين دال كما أظهرت دراسة أخرى أجريت عام 2020 على 39 طفلا أن انخفاض مستويات فيتامين دال كان مرتبطا بسوء نوعية النوم وقصر مدة النوم وتأخر أوقات النوم وهذه الأشياء كما هو معلوم فإنها تؤدي إلى التعب والإرهاق ثانيا الإصابة بالأمراض أو الالتهابات بشكل متكرر فيتامين دال يتفاعل مباشرة مع الخلايا المسؤولة عن معالجة الالتهابات إذا كنت مصابا بالأمراض في كثير من الأحيان فقد يكون انخفاض مستويات فيتامين دال عاملا مساهما في ذلك تشير الأبحاث إلى وجود صلة بين نقص فيتامين دال والتهابات الجهاز التنفسي مثل الزكام، التهاب الشعب الهوائي والالتهاب الرئوي كما وجدت مراجعة أجريت عام 2020 أن نقص فيتامين دال يرتبط بالعديد من الأمراض الفيروسية مثل التهاب الكبد، الإنفلونزا، كوفيد-19 والإيدز ثالثا، هشاشة العظام يلعب فيتامين دال دورا حيويا في امتصاص الكالسيوم واستقلاب العظام كما أن وجود فيتامين دال والكالسيوم معا يساعد جسمك على زيادة الامتصاص إلى أقصى حد وبالتالي فإن انخفاض كثافة المعادن في العظام يشير إلى أنها فقدت الكالسيوم والمعادن الأخرى وهذا يعرض كبار السن خاصة للإناث لزيادة مخاطر الكسور قد يزيد نقص فيتامين دال أيضا من خطر الإصابة بهشاشة العظام وضمور العضلات رابعا، آلام العظام والظهر يساعد فيتامين دال في الحفاظ على صحة العظام عن طريق تحسين امتصاص الجسم للكالسيوم وبالتالي يمكن أن تكون آلام العظام وأسفل الظهر من أعراض نقص فيتامين دال وجدت مراجعة أجريت عام 2018 من بين واحد وثمانين دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل وآلام العضلات والألم المزمن كان لديهم مستويات أقل من فيتامين دال مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالات خامسا، آلام العضلات غالبا ما يكون من الصعب تحديد أسباب آلام العضلات ومع ذلك قد يكون نقص فيتامين دال سببا محتملا وجدت مراجعة أجريت عام 2014 أن 71% من الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة كانوا يعانون من نقص في فيتامين دال وقد فسر الباحثون ذلك بوجود مستقبل فيتامين دال في الخلايا العصبية المسمات بمستقبلات الألم مما قد يكون لهذا الفيتامين دور في مسارات إشارات الألم في جسمك وبالتالي قد يلعب دورا في الألم المزمن سادسا، بطء التآم الجروح يمكن أن يكون بطء التآم الجروح بعد الجراحة أو الإصابة علامة على أن مستويات فيتامين دال لديك منخفضة للغاية على سبيل المثال، وجدت مراجعة أجريت عام 2019 أن نقص فيتامين دال يؤثر سلبا على بعض جوانب التآم الجروح لدى الأشخاص الذين خضعوا لجراحة الأسنان كما وجدت دراسة أخرى أجريت عام 2014 على 221 شخصا أن الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين دال كانوا أكثر عرضة لمستويات عالية من العلامات الالتهابية التي يمكن أن تهدد عملية التآم الجروح وبالمثل، في دراسة استمرت 12 أسبوعا شملت 60 شخصا يعانون من تقرحات القدم المرتبطة بمرض السكري شهد أولئك الذين تناولوا مكملات فيتامين دال تحسنا كبيرا في التآم الجروح مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي سابعا تساقط الشعر تشير الأبحاث إلى أن تساقط الشعر قد يكون ناتجا عن نقص في العناصر الغذائية على وجه الخصوص وقد ربطت الدراسات مستويات فيتامين دال المنخفضة بداء الثعلبة وهو مرض مناعي ذاتي يتميز بفقدان الشعر الشديد وجدت دراسة أجريت عام 2015 على 48 شخصا أن التطبيق شكل صناعي من فيتامين دال موضعيا لمدة 12 أسبوعا أدى إلى زيادة نمو الشعر بشكل كبير كما وجدت مراجعة أخرى أجريت عام 2021 أن مستويات فيتامين دال قد تكون لها علاقة عكسية مع تساقط الشعر غير الندبي وهذا يعني أنه كلما ارتفعت مستويات فيتامين دال قل تساقط الشعر والعكس صحيح ثامنا القلق والاكتئاب وجد الباحثون أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب لديهم أيضا مستويات منخفضة من فيتامين دال في الدم مما يشير إلى احتمال وجود علاقة بين العاملين على وجه الخصوص أشارت عدة دراسات إلى أن مستويات فيتامين دال المنخفضة أثناء الحمل مرتبطة بالاكتئاب ما بعد الولادة وهو نوع من الاكتئاب يحدث في الأيام والأسابيع والأشهر التي تل الولادة لاحظت بعض الدراسات الصغيرة عالية الجودة أن مجموعات مختلفة من الأشخاص شهدت تحسنا في أعراض الاكتئاب بعد بدء تناول مكملات فيتامين دال في حين أظهرت دراسة كبيرة وعالية الجودة شملت أكثر من ثمانية عشر ألف شخص يعانون من الاكتئاب أن تناول ألفي وحدة دولية يوميا من فيتامين دال لمدة خمس سنوات لم يؤدي إلى أية فوارق كبيرة في درجات الاكتئاب مقارنة بتناول دواء وهمي كما وجدت عدة دراسات أخرى أيضا أن تناول فيتامين دال لم يكن له تأثير على الاكتئاب نظرا لاختلاط النتائج هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد كيفية ارتباط نقص فيتامين دال والاكتئاب وكذلك كيفية تأثير تناول مكملات فيتامين دال على أعراض الاكتئاب تاسعا زيادة الوزن تعتبر السمنة عامل خطر لنقص فيتامين دال وجدت دراسة أجريت عام 2020 على البالغين رابطا محتملا بين انخفاض مستويات فيتامين دال وزيادة الوزن ودهون البطن وكانت التأثيرات أكثر وضوحا عند الذكور ومع ذلك هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان تناول هذا الفيتامين يساعد في منع زيادة الوزن أو التخلص من الوزن الزائد ملاحظة جميع الأعراض السابقة ليست خاصة فقط بنقص فيتامين دال حيث أنه يوجد العديد من المشكلات والأمراض الصحية التي قد تسبب أعراضا مشابهة لذلك يجب الحصول على التشخيص المناسب للتأكد من إصابة الشخص بنقص فيتامين دال كانت هذه أبرز تسعة أعراض شائعة لنقص فيتامين دال في الجسم شكرا لكم على المتابعة لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمزيد من المعلومات الصحية